الشارع الأوروبي يعيش هذه الأيام مع اضطراب حلول فصل الشتاء قمة التوتر والقلق في مشهد يعيد للأذهان صورته خلال الحرب العالمية الثانية وحرب الخليج الأولى والسبب التخوف من انقطاع امدادات الطاقة وتحديدا الغاز الروسي بالتوازي مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 37.9 وما نتج عنه ارتفاعا لبقية المواد بنسبة وصلت 4.5 والحصيلة نسبة تضخم كبرى في دول منطقة اليورو وصلت إلى حدود 8.9 في شهر يونيو بارتفاع يقدر ب8.6 في شهر يونيو ويرجح قبرى أن تصل نسبة التضخم إلى 10% مع حدول العام القادم تحدثنا لعدد من الفرنسيين هنا في بيريز فكان القلق والتوتر والخوف من المستقبل العنوين البارزة والمشتركة سائق التاكسي لم يخفي قلقه وخوفه من ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة الغاز المسال والبنزين الارتفاع في الأسعار يمثل مشكل حقيقي بالنسبة لنا خاصة في قطاعنا نستهدف كثيرا من مواد الطاقة يومين عمل يساوي 100 أورو وصريف بنزين القلق ذاته يشارك فيه طالب في معهد الهندسة نعم نشهر بالتاكسي الأسعار وخاصة المعادة التقنية الدولة تروج لفكرة أنها تملك كلها لكن أنا شخصي لا أعطي ولتجنب أزمة طاقية غير مسبوقة تتطلع فرنسا ودولا أوروبية أخرى إلى تنويع مصادرها للطاقة والاستغناء عن النفط والغاز الروسيين وتشكل الإمارات العربية والسعودية ومصر والجزائر وجهات محتملة بديلة ولكن الأمر ليس بالسهولة التي يتوقعها الفرنسيون أولى الخطوات التي قامت بها فرنسا في هذا الاتجاه هو توقيعها مع الإمارات يوم الاثنين الثامن عشر من شهر يوليو اتفاق تضمن بمجبه بريز امدادات الديزال بالتوازي مع توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية عالمية في مجال الطاقة لتحديد مشروعات مشتركة في مجالات مثل الهدرجين والطاقة النموية أما ثاني الخطوات فتمثلت في استقبال الرئيس الفرنسي إمانيال ماكرون لولي الأهد السعودي يوم الثامن والعشرين من شهر يولو وإجراء محادثة ظاهرها السياسي وباطنها اقتصادي الطاقي بالأساس هدف من خلالها ماكرون إلى تأمين حاجية بلاده من الغاز وهو العنوان الأبرز في الاجتماع الذي حضره من الجانب الفرنسي وزير الاقتصادي والمالية والسيادة الصناعية والرقمية وفي سياق ذاته توضع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا حيث غدت مصر دولة منتجة حديثا للغاز بعد الاكتشافات الكبرى لحقول كبرى في البحر الأبض المتوسط ودلتالنيل هذا الثلوث العربي تعود عليه فرنسا ليكون بديلا عن الغاز الروسي وهو ما يمثل منعرجا جديدا في العلاقات الفرنسية العربية التي أصابها بعض الوهن في الفترات الأخيرة خاصة في أواقع عهدة أمنيا الماكرون الأولى وذلك بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عن الإسلام والمسلمين فرنسا تعيش صيفا ساخن ينبئ بشتاء قارس وخريفا اجتماعيا بامتياز والمواطنون يخافون أن تعجز الدولة في تأمين الحد الأدنى من الغاز المسال الذي يعتمدون عليه كاعتمادهم على الماء نزار جليدي بريز